توقعات الأبراغ ليوم الأحد 3 يوليو تموز 2022 توقعات العشرية الأولى موليدة 20 يناير لـ 30 يناير الصراحة دايماً بتوفيد يأتي لك اليوم ده مصحوب بشفاية مشكلات هتبقى بتقابلها في مواقف كتيرة مش هتعرف تتغلب عليها للأسف إلا من خلال إنك تغير رؤيتك لأمور كتيرة حواليك هتفصل دايماً نفسك عن كل الحاجات اللي بتعتبر قديمة ومعروفة وتتطلع لكل الحاجات اللي بتعتبر جديدة هتتوخر حضر أكتر لما تبقى بتلوم أشخاص حواليك من الممكن إنت تكون اللي بترتكب أخطأ في يوم مجدد خاصة لو كنت منفتح تجاه حاجات كتيرة جديدة قدامك هتتعلم منها كتير جداً عن نفسك توقعات العشرية الثانية موليد 31 يناير لـ 9 فبراير إنت هتكون نشيط دايماً في الوقت الحيدة في وقتك ده بيبدو إن حجم المشكلات في تزايد أكبر لكن لازم إنها ما تضغيش المشكلات دي عليك بشكل جدير خاصة لما تبقى بتواجه مشكلة واحدة تلوة تانية هتبتدي تشعر بالسعادة مرة تانية من الضروري إنك تتصرف في الحين وإلا ممكن تواجه تعقيدات أكتر ما تخافش من إنك تقبل المساعدة من أشخاص كتير حواليك في حالة عرضوها عليك توقعات العشرية الثالثة موليد 11 فبراير لـ 18 فبراير عندك استراتيجيات كتيرة جديدة في طريقك مش هتعرف تتغلب على أي عقبات بتبقى بتشوفها في طريقك في الوقت الحالي ده لو حاولت إنك تحلها بالطرق الأديمة المغروفة لازم تبقى بتغير مدخلك وتتوصل لإستراتيجيات جديدة عندك ما بتسمحش لكل الأشخاص اللي حواليك بإنهم يغيروا رأيك أو حتى خطتك بشكل كتير بيكمن الحال دايما بداخلك فبشوية ثقة بنفسك هتعرف تتغلب على المشكلات دي وتمسك مرة تانية بزمام الأمور بشكل كبير ترجمة نانسي قنقر